الدعم السريع أعلن انضمام عناصر من الجيش لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب كردوفان وهذا يعني في الواقع هو إعلان متكرر من قبل الدعم السريع عن انضمامات من قبل عناصر الجيش للدعم أي أهمية لذلك؟ هذه المسألة على الأرض غير ذات أهمية هذه المسألة يستفيد منها الدعم السريع بصورة إعلامية بصورة معنوية الآن عدد الضباط الذين انضموا إلى الدعم السريع الآن هذا يمكن أن يكون ضابط الثاني أو الثالث ضابطين في الجيش وضابط في الشرطة ولكن هذه الأعداد مقارنة بعدد الضباط الموجودين في القوات المسلحة غير ذات جدوى إلا إذا تم هناك انشقاق لوحدة كاملة أو انشقاق لمجموعات معينة داخل الجيش انحادت إلى الدعم السريع هذا ما يمثل الخطر الحقيقي على الصراع ويمكن أن يغير من موازين القوى في المعركة بالنظر الآن إلى الواقع على الأرض وإصرار أطراف الصراع على استكمال هذه المواجهة والاستمرار فيها بالعرف العسكري عسكريا ما هي العوامل التي تحدد لنقل الاستسلام أو الجلوس إلى طاولة الحوار أو العودة مرة أخرى إلى الحل السياسي الطرفين يعلمون جيدا يعلم الطرفان أن المعارك العسكرية لن تحسن ولا يوجد طرف يمكن أن يستسلم الآن أكبر إنجاز يمكن أن تحققه القوات المسلحة من هذه العمليات أن تخرج الدعم السريع من الخرطوم ولكن هل هذا يعني نهاية الحرب؟ دعم السريع يمكن أن ينتشر في مناطق أخرى يمكن أن يهجم على مدن أخرى إذا كانت القوات المسلحة الآن غير قادرة على تأمين الخرطوم فبالتأكيد سودان فيه عشرات المدن يمكن الدعم السريع أن يهجم على أي مدينة أخرى أنا في تقديري أن هذه المواجهات الآن يقصد منها الطرفان أن يصلوا إلى وضع تفاوض أفضل كل طرف يبحث عن وضع تفاوض أفضل لا سيما أن ما زال باب التفاوض مفتوح وما زال الآن التفاوض مستمر في جدة مسألة الحسم العسكري الكامل والقضاء على الآخر هذه مسألة أعتقد أنها أصبحت في هذا العصر غير موجودة أساسا والشواهد كثيرة على مستوى حتى على مستوى في السابق حرب دارفور كان الدعم السريع والشرطة وهيئة العملية كانت تقاتل حركات المسلحة لعشرات السنين أضعفت حركات المسلحة ولكن لم ينتهي النزاع أضطرت طرفان إلى الجلوس إلى طاولة تفاوض والي ولاية الجزيرة أعلنا اليوم تشكيل لواء من ما يقارب عشرين ألف مقاتل لمنع انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة أي مخاطر يحملها انتقال هذه الحرب إلى المناطق الأخرى وهل هذا ممكن في الفترة المقبلة هذا ممكن الدعم السريع إذا خسر معركة الخرطوم بلا شك سيحاول أن ينقل الصراع إلى مناطق أخرى سيحاول أن ينقل الصراع إلى المدن القريبة من الخرطوم وهذه واحدة من الأزمات المتوقعة لذا أعتقد أن من الأفضل أن يقوم الجيش بتحرق عسكري كبير يقوم بعده بعملية سياسية تتضمن شرطا عملية حل الدعم السريع وبعد ذلك المضي في عملية سياسية إلى الأمام شكرا لك على وجدك معنا في الستوديو عمر أرباب الخبير العسكري السوداني شكرا